السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب قولة سنة والنهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اسئلة جنرال اجزام سيفن. يلا نبدأ بسم الله. اول سؤال مين بيعبر عن تركيب امينو اسد? انا عندي اي امينو اسد عبارة عن كربون اتم. والكربون اتم دي محاطة هنا باسد الكاربوكسايل جروب. وهنا بيزيك امينو جروب. وفوق هايدروجين اتم. وتحت ممكن تكون الكايل جروب او هايدروجين اتم. تمام? طب فين التركيب ده? اول تركيب هنا في مجموعة الكاربوكسايل وما فيش الامينو جروب. تمام? يبقى ما ينفعش. لو سي اتش سري سي او او اتش. طب التركيب التاني سي اتش سري ان اتش تو فيه الامينو جروب ما فيهوش الكاربوكسايل جروب. التركيب التالت بقى فيه الامينو جروب ان اتش تو. وفيه الكاربوكسايل جروب اللي هي سي او اتش. وفي عندي سي اتشي تو. احنا قلنا هنا السي فوق اتش وتحت ممكن تبقى اي ار او اتشي. تبقى اتش لو ده الحمض الاميني اللي اسمه الجليسين. يبقى الانصر معي هتبقى نمبر سي. وده امينو اسد اسمه ايه? اسمه الجليسين. بيحتوي على تو هيدروجين اتم. وما عندوش الكاي الجروب. اما السي اتش فور ده الميسان ما ينفعش كامينو اسد. تمام? تبنيج النامبر تو بيقول لي بتاعيش بالكامل مغمورة في او بتاعيش مغمورة بالكامل في المياه. زي نبات اسمه كده الالوديا بلانت. نبات الالوديا. يعني نادرة. يعني نادرة الوجود عشان يستطيع التكايف مع البيئة المائية. اولا هو عايش في بيئة مائية. يعني هو مغمور بالكامل في الماء. فهو مش محتاج لزاي لم تشو. لان زاي لم تشو بينقل الوطر. والنبات مغمور بالكامل في الوطر. فهو تدور على الزاي لم كده في الاجابات. لقيت الزاي لم موجود عندي في الانصر نمبر بي و سي. طب هو مش محتاج الزاي لم. لا هو محتاج الفلويم عشان ينقل الفوت. طب يبقى الانصر اصبحت معي نمبر سي. اللي هو مين? الزاي لم واللسكالرين كما تشو. طبعا انتوا عارفين السكالرين كما تشو ده نان ليفنج تشو. تمام? يعني السلزة بتاعته بتوب نان ليفنج. بيبقى فيه تغليز من السليولوز بالاضافة للجنين او اللي بالاضافة للايه? للسليولوز. فهو النبات مش محتاجه والنبات المائي مش محتاجه. عشان كده الزاي لم والاسكالرين كما تشوز. هما اللي اتنين ما بيبقوش موجودين او نادرة الوجود في الاكواتيك بلانت. تمام? بيقولي. انزا اني مال سل. من اللي بيقدي نظيف نفس وظيفة السيلول? هو طبعا البلازماميبرين. طب ليه البلازماميبرين? انت عارف السيلول ده بيحيط البلانت سيل فروم اوتسايد. ده اللي بيحيط بالبلانت سيل فروم اوتسايد. طب مين اللي بيحيط بقى بالانيمال سيل? احنا بتتكلم عن انيمال سيل? مين اللي بيحيط بالانيمال سيل فروم اوتسايد هو? البلازماميبرين. يبقى ده بيفصل السيلول بيفصل الكمبونانت بتاعت البلانت سيل عن وبرضو البلازماميبرين بيفصل الكمبونانت بتاعت الانيمال سيل عن طيب نبتدي هنا نمبرفول يا شباب. شوف كيه مع بعض. بقولي اف يونو زاد. ذا ليجامينت كلمة ليجامينت يعني الاربطة. لو عرفنا ان الاربطة بتربط العظام مع بعضها. ايه نوع التشو? مين التشو اللي احنا اخدناه وقلنا ان هو بايند بيربط بين البادي تشو او البادي اورجانز. كان تشو. هنا جايب لي ابسيلي الماسكولر كونيكتف نيربس. لا هو كونيكتف تشو. طب ايه اللي يأكد الكلام ده? نرجع للدرس ونشوف مع بعض. شوف كده شباب. اهو. ادي الكنيكتف تشو. عندنا ها. اخدنا تحديدا في البروبر كونيكتف تشو. كونيكتف تشو بروبر. ماشي? بيقول تشو بريد. كونيكتف تشو بريد. ادي الان. تمام? طيب نيجي بعد كده النامبر فاير. بيقول عند مضغ. قطعة من الخبز او من العيش. لثواني قليلة. يعني بمام ده غلوق متعيش كده لمدة ثواني شوية كده. بحس بسويت تيست يعني مزاق حلو. فروم ده بريفياس ويكان كونكلود ذات اللعاب اللي في الفم موجود بيحتوى على انزيم اسمه الاميليز. طب الاميليز ده بيعمل ايه? الاميليز ده بيحل الستارش. حل الستارش الى دايسا كرايد اسمه ملتوس. طبعا كلنا عارفين الستارش ده كومبليكس شجر. كومبليكس شجر. تمام? والملتوس ده دايسا كرايد. طيب. دلوقتي الكمبليكس شجر بيبقى ما عندوش مزاق حلو. اما الدايسا كرايد والمونو ساكرايد عمتا بيبقى ليهم سويت تيست. فعشان كده احنا بنشعر بالمزاق الحلو. يبقى الانصر بتاعتي ايه? الانصر بتاعتي انه بيحلل الستارش انتمالتوزة. دور على ستارش هنا. ستارش توسليولوز ستارش تو ملتوس. هتبقى عندي في الانصر نمبر دي. تبلي اكد كلامنا. احنا عندنا هنا في الليسون بتاع. نشوف كده مع بعض. اللي كان بيتكلم عن الانزيم. فكان بيقول لي هنا. ان الايو داين في الانبوبة التالتة اللي كان آآ هنا طبعا احنا عارفين التجربة عشان مس بنضيعش وقت الفيديو. فبيقول لي هنا الابزرفيشن على تستيوب نمبر سري ان الايو داين سليوشن كالر دازنت تشينج. اللون الايو داين ما يتغيرش. الايو داين كالر دازنت تشينج بيكوز اميليز هيدرولايز ستارش انتو ملتوس. اهو بيقول لي ان الاميليز بيحلل النشا مائيا ويحولوا الى ملتوس. تمام? عرفنا جبناها منين من الدرس بتاعنا. بتاع الكيميكا الرأكشنز. طيب نيجي لنمبر سيكس. يقول لي هنا ازا اوزت فيجر الاستريت زلايت مايكروسكوب دا ميكروسكوب ضوئي. طب احنا عارفين ايه? اللي هي اللي هي اللي هي يبقى تطلع معي يعني ربعمائة مرة بيقدر يكبر ربعمائة مرة. تمام? طيب نيجي لكويسشن البعضه. كويسشن نمبر سيفن. بيقول لي ان ان اكسبرامنت. زا سابستريت اس وادد ان اكونيكال فلسك كونتينينج ايكوال اماونت. الكونيكال فلسك دا اه اتحط في كميات متساوية من الانزايم. من او الانزايم نمبر وان اي وان لحد الانزايم نمبر سيفن. يعني ايه? بيقول لي اس اللي هي سابستريت. بانزايم وان بتتحول لماتيريال تانية اسمها اه تي. وبالانزايم تو بتقدر تتحول لليو. وبانزايم سري تقدر تتحول لليو. والفي بانزايم فور تدينا دابليو. ودابليو هنا بالانزايم فايف تدي اكس. ولو ما فيش انزايم اي سري وفيه انزايم اي ساكس. ممكن اليو تدي واي. والواي بيدي بانزايم سيفن زد. تمام? عرفنا المصاري ماشي ازاي? طب بيسألني. بيقول لي بعد ربع ساعة من بداية التجربة. مادة مصبتة. يبقى ده كان للانزايم نومبر سري اللي هو ده. تمام? قال لي هنا اه لحد نهايته. ايه النتيجة اللي انت بتتوقع حدوث? طب نشوف كده مع بعض. اولا لما يتم تصبيت الانزايم سري. يبقى كل البسوي الاولاني يعني ما فيش انتاج للمادة في وبالتالي ما فيش دابليو ولا اكس. يبقى اتجاه الرأكشن هيمشي في الاتجاه التاني. ان اليو بانزايم آآ سكس يدينا واي والواي بالانزايم سيفن تدي زد. تمام? طب نشوف الايجابات بقولي ده هينقص من انتاج اليو. لا اليو الرودي موجودة لان دي بتيجي من ان المادة تي عندها انزايم تو هيحولها اليو. فليو دي ملهاش دعوة. احنا المفروض اللي يتأثر اللي من بعد انزايم سري. طب هيزيد معدل انتاج المادة زد اه طبعا لان احنا قلنا الرياكشن هيمشي في المصاري التاني. يبقى الانصر نمبر بي. طب ما ينفعش نمبر سي. معدل انتاج وي مش هيتأثر لا بالعكس معدل انتاج وي هيزيد لان البس وي الاولاني او المصاري الاولاني يوقف. طيب زيادة معدل انتاج سبستانسي في. لا هيتوقف انتاج السبستانسي في. تمام? طيب نيجي لسؤال ايت. بيقول لي هنا. اسبستوز اللي هو الاسبستوز ده ده مادة كده. من مواد البناء. بتعمل ايه بقى المادة دي دي من مواد البناء? بيقول اللي هنا عندي. دي مادة مسارطنة. تمام? كثير من العمال صفر اللي هو تليف الرئة. نتيجة استنشاق. ما ادريرش الخلاق الجسم تتخلص منها. فبيسألني. مين? اللي فشل في التخلص من هذه المواد. طبعا المفروض اللي بيدافع عن جسمنا لما يكون في حاجة كارسينوجينيك مصارتنة هي الوايد بولات سيلز. يبقى مين اللي بيدافع عن الجسم? الوايد بولات سيلز. طب لي بتقدر الوايد بولات سيلز تدافعador عننا? علشان بتحتوي على حاجة اسمها ليزوسوم اللي هي في الأنصر الـ number b. الليزوسوم ده بيحتوي على حاجة اسمها DIGESTIV ENZYME. يعني انزيمات هاضمة. ال DIGESTIV ENZYME. دي هي اللي بتقدر تدمر المواد زي كارسينوجينيك المواد المسارطنة. فبالتالي طالما انهما فعلا اصابوا بيتلايب في الرأتين. يبقى المشكلة كانت عندهم في اللي هو الليزوسون. تمام? طيب نيجي لكوزيون نمبر ناين. بيقول لي هنا ترتبط بالسكر. طبعا ده الصيغة بتاعت السكر اللي هو دي اوكسي ريبوز. ودي اوكسي ريبوز اساسا موجود في الدي اني اي. يعني كأنه بيقول لي مين النيتروجناس بيز اللي مش موجودة في الدي اني اي. اليوراسيل اليوراسيل. اما السيامين والادينين والسيتوزين موجودين. تمام? نيجي لكوزيون نمبر تان ونخلي بالنا. تمام. السؤال ده ما نستعجلش فيه. انا عايز اشوف انا عيني شايف ايه? شايف الممبرين من برة. والنيوكليس والسيتو بلازم. دول تلات حاجات بس. الممبرين او السلوول. لما لو هي لها سلوول. لو هي بلانت سلو تقدر تشوف السلوول. والسيتو بلازم والنيوكليس او لو هو بلازم ممبرين والنيوكليس والسيتو بلازم. يبقى الحاجات دي بتقدر تشوفها بلايت مايكروسكوب. فبيقول لنا سيمبل مايكروسكوب لا. كومباوند لايت مايكروسكوب اه. طب الترانزميشن الاكترو مايكروسكوب ده يوضح لي مقوناتها ايه? يعني كان يبين للنيوكليولوس والكروماتين والنيوكليولاسم كل حاجة. لكن هنا دي ظهرها كان بس. ده بيدرس السطح السل من برة ما بيجيبش اي شكل من جوه. تمام? فهو هيبقى بكمباوند لايت مايكروسكوب. نيجي الكوزيون نمبر 11. طيب اولا البلاستيد دي مش هتبقى موجودة في الكامبانيان سل علشان هي ما بتعملش بس موجودة في البارينكيما سل. تمام? السنترسوم اساسا ما ببقاش موجود في البلانت سل. طب البروتو بلازمي يعني بروتو بلازمي يعني نيوكلياس بلس سيتو بلازم. هما اللي اتنين فيهم نيوكلياس وسيتو بلازم اقول له اه. يبقى بتتميز الكامبانيان سل الخلايا المرافقة اللي هي موجودة جانب السيف تيوب. اللي بتدي انرجي للسيف تيوب عشان تقدي وظيفتها في نقل الفود. فاجرانها. والبرينكيما سيلا. طبعا خدناها طبعا البارينكيما تشو. اللي بيقدر بيعمل فوتو سنسز وبيقدر يعمل ارياشن وبيقدر يعمل تمام. فهما اللي اتنين يحتوى على اللي هو نيوكلياس وسيتو بلازم. اما الليجنين لا مش موجود فيهم هما اللي اتنين مادة الليجنين بتبقى موجودة في الزيلم فيسل بتبقى موجودة في الاسكرارينكيما تشو. تمام? الترتيب الصحيح. مكونات كائن عديد الخلايا. من الابسط للاقصر تعقيدا. في ناس بتتخدع. اول ما تشوف السل تقولي ده ابسط حاجة هي السل. لا مش ابسط حاجة هي السل. احنا عارفين ان السل فيها مليكيونز. السل دي طبعا فيها اورجنالز والاورجنالز فيها مليكيونز والمليكيونز بتحتوي على اطومز. تمام? فهي مش اصغر حاجة. البوليمارز اه اصغر حاجة البوليمارز لان هي دي المليكيونز اللي موجودة جوة الاورجنالز اللي في السل. من البوليمار للسل على طول لأ. في عندي اجابة تانية بتقولي من البوليمارز للسل للديشوس. ايوة الانصر معيها تبقى نامبر دي. اللي هي اللي هو البيولوجيكا الماكرو مولوكيولز اللي خدناه كاربوهايدريت بروتين الحاجات دي بتوما موجودة جوة والاورجنالز داخل السلزة والسلزة ايه من ضمن مكونات التشوز تمام نيجي الكويتشان نمبر سيرتين بيقول لي هنا من بيمثل لي اولا الاولى دي تمام عرفناها من السلوول وهنا كزا واحدة منهم يعملوا لي تشو اموال اللي الورقة الورقة هي الارجن هو عايز اورجن فوق الورقة هي الارجن لان اللي جاي ده النبات بالكامل تبنيجي الكويتشان نمبر فورتين بيقول لي لا يتحرك بحرية سروز من خلال الفوسفو الليبد افزة بلازمة ميمبرين مين ما بيقدرش يتحرك بحرية من خلال الطبقتين بتاعة الفوسفو الليبد طبعا احنا عارفين الفوسفو الليبد بتتكون من آآ آآ عبارة عن فيها هايدرو فيلك هيدز وهايدروفوبك تيلز تمام وفيها بروتين البروتين بيعمل كجيتز عشان يقدر يعدي المواد تمام طيب بيقول لي اللي ما يقدرش يعدي هو الووتر ملوكيولز اونلي لأ هو الووتر بيقدر يعدي ما فيش مشكلة حتى بيعدي من الهايدروفيليك هيدز طيب البروتين ملوكيولز اونلي او مش احنا قلنا ان البلازمة ميمبرين بيحتوي على تيني بورز التيني بورز دي ما بيتعديش مش احنا قلنا ان هو بيتميز بحاجة اسمها نفاذية اختيارية ان هو بيسمح بمرور الووتر تمام وكمان بتحكم في مرور المواد اللي زي لكن في مواد تانية بتمنع من الدخول اساسا لانها من ضمن الحاجات اللي هي البروتين ملوكيولز والشوغرز بيبقى حجم كبير بس هنا في الاجابات ما فيش شوغرز فهو بروتين ملوكيول اونلي لان ده ووتر والووتر والاكسوجين عادي بيعدي ما فيش مشاكل وهنا بروتين واكسوجين لا الاكسوجين بيعدي يبقى اللي ما بيقدرش يعدي بحرية هو البروتين ملوكيولز اونلي لانها لارج سايز ملوكيول لارج سايز سايز ملوكيول طيب نيجي بقى عندنا هنا نمبر ففتين نشوف ده الساي كوستشان بيقولي في الدياجرام بيدينا كمباوند زد اللي هو البطريق عارفينه البطريق طيب في المناطق شديدة البرودة يبقى اكيد ده الفات الكمباوند زد ده عبارة عن فات دهون مخزلة تحت الجل طيب بيقولي كنكلود what each of the biological compound x and y represent طبعا انت عارف ان الفات سايز دي بتكاومي اتحاد ايه وليكن الكمباوند اكس ده يعتبر هو بلس مين في حرف سي هنا هون تمام يا شباب التاني اللي هو ده هو الجليسرول وممكن يبقى بالعكس اللي اول هو الجليسرول والتاني هو الفاتي اسد اللي هي عشان ده فاتس تمام طيب بيقولي هنا في سيكستين what is the relationship between photosynthesis process and cellular respiration in plan طبعا انا بسأل نفسي هو photosynthesis ده بيونتج ايه بيونتج الجلوكوز بنرجع نستخدم الجلوكوز في اللي هي عملية الجلوكوز oxidation to produce energy فانا اقوله هنا جلوكوز produced from photosynthesis process الجلوكوز produced from photosynthesis process اقوله هنا enter mitochondria بيدخل على mitochondria four عشان يعمل four cellular respiration يعمل cellular respiration اللي احنا اخدناه في المنهج بتاعنا بمعنى حاجة كده اسمها جلوكوز بنقصين بنكتبها هو جلوكوز oxidation اللي بيعمل جلوكوز oxidation ليه اقوله to produce energy عشان ينطق طاقة الانرجي دي ما لها اقوله start in a to be طيب والإي تي بي ده لازم لها في ايه all to do all vital processes عشان تعمل كل العمليات الايه الحيوية تمام يبقى العلاقة ما بين photosynthesis and cellular respiration ان الجلوكوز produced from photosynthesis process enter in the mitochondria او enter mitochondria for cellular respiration اللي هو glucose oxidation to produce energy stored in a to be to do all vital a process تمام كده شباب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة بحب ألفت نظركوا ان منهج الترمي التاني موجود آآ شرح على القناة من السنة اللي فاتت شرح منهج الترمي التاني بالكامل موجود كمان في حل اسئلة وهنجدد السنة دي الفيديوهات بتاعنا بحل الاسئلة فقط تمام اتمنى تكونوا فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر